وفي متابعة تطورات تفشي فيروس كورونا في أوروبا، إسبانيا سجلت 6461 إصابة بفيروس كورونا ليصل مجموع الإصابات إلى أكثر من 94، بالإضافة لتسجيلها 553 حالة وفاة ليصل عدد الوفاة إلى 8269 في ألمانيا سجلت إصابة 1295 حالة ليصبح عدد الإصابات 68180 إصابة كما سجلت 37 حالة وفاة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 682 حالة وفاة أما في إيطاليا تم تسجيل إصابة أكثر من 4000 ليصبح العدد الإجمالي لإصابات أكثر من 100 ألف إصابة كما سجلت وفاة 837 شخصا ليصبح الإجمالي للوفيات 12428 حالة بريطانيا سجلت أكثر من 3000 إصابة ليصبح الإجمالي أي إجمالي الإصابات 25150 أما بخصوص الوفيات فسجلت 381 وفاة ليصبح إجمالي للوفيات 1789 حالة كما سجلت بريطانيا أو بلجك هذه المرة إصابة 862 حالة ليصبح عدد الإصابات أكثر من 12770 وليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 705 حالات بعد تسجيلها ل292 حالة وفاة أما في سويسرا فتم تسجيل إصابة 264 حالة ليصبح عدد الإصابات 16186 حالة إصابة وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 395 حالة وفاة بعد تسجيل وفاة 36 حالة أخيرا ارتفع عدد الوفيات أو الإصابات أولا في الولايات المتحدة الأمريكية ليصل إلى أكثر من 175 ألف حالة بعد تسجيلها قرابة 12 ألف إصابة كما سجلت وفاة 283 حالة إصابة ليصبح العدد الإجمالي 3424